ينحل بخمس طرق السؤال الخامس هذا ينحل بخمس طرق واكتبوا إياي السؤال الخامس تكامل سين اثنين اكس سين ستة اكس سين ستة اكس كوساين تربيع ثلاثة اكس دي اكس اريد اطيك مجال دقيق تين ونص وشنو الطرق اللي تخطر على بالك اريدك تحل بها هذا السؤال وبعد انتهاء هذه الدقيق تين ونص رح اجي احل السؤال وياك بخمس طرق مختلفة وخمس نتائج بالظاهر مختلفة لكن هي متساوية باختلاف الثابت وكلها مقبولة وزاريا اذا اتفضل حاول يلا اريد اسمع محاولاتكم مها باسم شنو كانت محاولته شنو الاولى سين ستة اكس سويت هذا في الزاوية اثنين سين ثلاثة اكس كوسين ثلاثة اكس اذا اذا هذا هو اثنين سين ثلاثة اكس كوسين ثلاثة اكس في كوسين تربيع ثلاثة اكس زي اكس ازيان اذا هذا حسب طريقة الدرس السابق اذا اش رح يكون الجواب اثنين تكامل شنو طلعت اثنين طلعتها برات كامل سين ثلاثة اكس والكوسين والكوسين الشابه رح اضربها وعنده ضربت يجمع الاساس يعني فصارت كوسين تكعيف ثلاثة اكس جيد تكعيف ثلاثة اكس وعندي هذا سين ثلاثة اكس دي اكس زيان من اليو في هذا السؤال اليو ثلاثة اكس نعم إسم من اليو هذا احتمال الأول واحتمال ثاني سيد هاي ما للإقوس مرفوع على قص اي لعدل يو هو كوسين ثلاثة اكس يعني رح احتاج بالداخل ثلاثة واخرج واحد على ثلاثة لا مشتقد الكوسين ثلاثة اكس شنو سالب ثلاثة اكس سالب سين ثلاثة اكس في ثلاثة اذا معناها احتاج بالداخل سالب ثلاثة ويخرج سالب واحد على ثلاثة وبره احتاج سالب واحد على ثلاثة اذا معناها شو رح يصير ناتج تكامل سالب اثنين على ثلاثة كوسين ثلاثة اكس الكلس اربعة على اربعة زائد سي اذا هنا هذا رح يكون في واحد على اربعة زائد سي يعني معناها رح يصير عندي اثنين ويلا اربعة تختصر يعني معناها سالب واحد على ستة كوسين أثنين اثنين اثنين ثلاثة اكس زائد سي اذا هذا السؤال طبعا هذا السؤال وزاري هو فهذا رح يكون اقصر الطرق وربما اوضح الطرق لحل هذا السؤال واذا ردنا نسوي نسبة وتناسب في اجابات الطلاب فربما ستين بالمئة من الطلاب حلوا بالطريقة رقم واحد اذا نسى هنا هاذي طريقة رقم واحد انتهانا منها أسمعكم في الطريقة رقم اثنين من حاول بطريقة أخرى وطيبة أحمد فتحت الكوسين تربية 3x نص 1 زاد كوسين 6x إذن هذا سين 6x رح يبقى على حالة إذن هذا هو سين 6x وهذا صار عندي نصف في شنوى 1 زاد كوسين 6x 1 زاد كوسين 6x dx نعم دخلت النصف داخل القوس حصلت تكامل 6x نص زاد نصف كوسين 6x وطلعت المشتقة نصف برد تكامل 1 على 3 يعني هنا بالحالة لازم تبدلين مواقع يعني هذا معناه رح يصير عندش نص مثلا نص ممكن تطلع برا ممكن تدخل على القوس كلاهما صحيح إذن رح يصير نص زاد نصف كوسين 6x وإهنا رح يكون عندي سين 6x dx خلي شويين بعدها على مود الموازنة لكون واضحة إذن هنا سين 6x dx شنو مشتقة داخل القوس سين 6x سين 6x أوكي سالب ثلاثة سين 6x إذن ش أحتاج سالب ثلاثة بالداخل وسالب واحد على ثلاثة بالخارج إذن هنا أحتاج سالب ثلاثة وإهنا سالب واحد على ثلاثة إذن ش رح يصير عندي ناتجة كامل سالب واحد على ثلاثة أفتح كوس نعم x زاد نصف سين 6x زاد c أي ديها بالله سالب واحد على ثلاثة بالله هاي كتبتها إي بعد أفتح أي واحد على ثلاثة لا لا شوفي إذن هنا صارت عندش القاعدة الخابعة هسا يعني هنا خوطي بين الرابعة والخامسة إحنا قلنا إذا كانت اليو هو القوس فبعد إجراء الموازنة نحافظ على الاسم ونغير القوة هسا هنا ما طول اليو كان القوس في طريقة ثانية اليو تساوي نصف زاد نصف كوساين 6x وسويت الموازنة هذا الديو إذن هنا نحافظ على الاسم ونغير القوة يعني رح يصير عندي نصف زاد نصف كوساين 6x تربيع في 1 على 2 يعني معناها صار 1 على 6 زاد c إذن هنا دير بالكم من الخطوة الأخيرة اللي هي أكيد عليها الدرجات الأكبر اللي تمثل هنا خطوة التكامل مزيد إذن هاي صار طريقتين لحد الآن خلينا نشوف هنا الطريقة الثالثة أم ماذا تتحدث الطريقة الثالثة نفس البداية تماما تماما نفس البداية ما طريقة ثانية يعني معناها رح يصير عندي ساين 6x وهذا رح يصير عندي نصف في 1 زائد كوساين 6x هذا dx هالمرة اش رح يصير النصف ساين 6x رح تدخل على القوس يعني معناها أول نصف تطلع برة والساين 6x واحد هتدخل على القوس يعني رح يصير عندي تكامل نصف ساين 6x هذا dx زائد تكامل نصف ساين 6x كوساين 6x dx منا رح يتقسم السؤال إلى 3 طرق مختلفة أول واحد ما عندي بي مشكلة هذا أول واحد ما عندي بي مشكلة تكامل مباشر شنو التكامل ماتة هذا اليو هو 6x المشتقة ماتة 6 أحتاج بالداخل 6 وبره 1 على 6 إذن معناها رح يكون هذا التكامل ماتة يساوي 1 على 6 وعندي 1 على 2 رح يصير 1 على 12 ويتكامل الساين رح يصير سالب كوساين 6x هنا زائد منا هذا الزائد رح تتقسم إلى 3 أقصان القسم القسم الأول أعتبر اليو هو ساين 6x المشتقة المشتقة ماتة منه هو كوساين 6x في 6 إذن أحتاج بالداخل 6 وبره 1 على 6 إذن معناها رح يصير 1 على 6 وعندي 1 على 2 صارت عندي 1 على 12 أضيف للأس 1 وأضرب فيه مقلوبة رح يصير 1 على 24 ساين تربيع 6x أكس زاء 6 الطريقة الرابعة بأن أعتبر اليو هو كوساين 6x المشتقة ماتة ساين ساين 6x في 6 إذن أحتاج بالداخل ساين 6 وبره ساين 6 يعني معناها رح يصير عندي الساين 1 على 12 أضيف للأس 1 وأضرب فيه مقلوبة إذن رح يصير الساين بواحد على 24 كوساين تربيع 6x زاء c الطريقة الخامسة بأن هذا ساين 6x كوساين 6x يحول إلى شنو يحول إلى نصف ساين 12x طريقة اللي سولفناها قبل شوية إذن هذا يحول أقول هذا رح يصير عندي زائد يعني هذا رح ينزل نفسه هذا رح يصير نصف في نصف يعني معناها رح يصير ربع تكامل ساين 12x dx احنا احنا قبل شوية ساين x كوساين x هو نصف ساين 2x إذا ساين 6x كوساين 6x رح أصير نصف ساين 12x إذن إيش رح يصير ناتج التكامل بالحالة الخامسة اليو هو 12x مشتقط 12x 12 أحتاج بالداخل 12 برة 1 على 12 يعني رح يصير عندي 1 على 48 وتكامل ساين رح أصير سالب كوساين 12x زائد c إذن إذا شوفون هذا السؤال أكو خمس نتائج مختلفة بالظاهر أؤكد على كلمة بالظاهر يعني لو أسوي هن تحويلات كل هن تطلع نفس الشي باختلاف عدد ثابت فقط هنا خمس نتائج مختلفة بالظاهر وكلها صحيحة وكلها تأخذون عليها درجة كاملة إذن هذا السؤال شن الغاية من عنده داريد أوصل لكم فتفكرة بأن لا تشنجون بالتكامل هنا أطي مجال العقلك للاكتشاف والإبداع ما طول قاعدين تستخدمون قوانين متفق عليها وضمن حدود المنهج فروح فالك حتى الواجبات اللي أطيك إياها حتى الحلول اللي موجودة بالملزمة ما أريدك تنقلها كوبي بيست أريدك تفكر بحلول بديلة ربما تطلع نتائج بالظاهر مختلفة إذا عندك بها مشكلة أو ما متأكد من عندها ممكن نناقشها بالمحاضرات أو تسليها تقول لي هذا النات الصح أو خطأ إذن صار عندي لحد الآن خمس أسئلة وأخذوا صورة إلى الشاشة يعني مو ننتقل إلى السؤال السادس اللي عنده أي مداخلة تفضلوا عفوا سادس أن حلتها بعد بطريقة ما عدي صح أو غلط يا الله أسمحها أول شي عندي مو هي كوسين تربيع 3x تساوي يعني 1 ناقص سين تربيع 3x 1 ناقص سين تربيع 3x نعم 3x بقيت سين 6x بعدين فتحت القوس 1 ناقص سين تربيع 3x بعدين سين 6x الخارج القوس سويتها 2 سين 3x وكوسين 3x نعم نعم بعدين داخل القوس ورها وزعتها على داخل القوس يعني هنا أنت تقولين حولتها مكان ما تكون بدلالة الكوسين بدلالة السين ولكن اللي رح يصير شكرا الاشباب رح اكتب هنا الحل مات ورح نجي ناقش يعني تقولين من هذا صار تكامل سين 6x هذه طريقة رقم 6 والكوسين تربيع اقول 1 ناقص سين تربيع نفس الزاوية حسب القاعدة الذهبية رح اجي اوزع رح يصير هنا تكامل سين 6x ناقص سين 6x سين تربيع 3x dx تقولين هنا سين 6x مباشر ما عندي بي مشكلة ما اكو داعية حوله لكن سين 6x الثانية رح اصوي اثمين سين 3x كوسين 3x اذن جيد جدا اذن هذا معناه سين 6x ناقص اثمين سين 3x كوسين 3x مضروبة في شنو سين تربيع 3x هذا dx اذن اش رح يتحول السؤال يتحول الى سين 6x ناقص اثمين سين تكعيب 3x كوسين 3x dx هسه صار عندي الاول تكامل مباشر يعني معناها السالب 1 على 6 كوسين 6x والثاني اليو هو سين 3x المشتق مات كوسين 3x فيه 3 احتاج بالداخل 3 وبره 1 على 3 اذن صار عندي 2 على 3 اضيف للأس واحد واضر فيه مقلوبة 1 على 4 اذن 2 على 3 فيه 1 على 4 يعني معناها رح يصير عندي 2 على 12 اللي هو 1 على 6 سين اربعة 3 3 اذن هذه طريقة سات سليح للسؤال وعاش تيديش على هذا التبكير موسيقى موسيقى موسيقى